1- محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 1- تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 1- ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 2- وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 3- كلمات تقول إن من أهم الأساطير التي تثير البغضاء والعداوة 3- بين السنة والشيعة قضية كسر ضلع الزهراء وما ترتب على ذلك من إسقاط الجنين 4- حتى صار من أعظم القسم عند الشيعي أن يقسم بضلع الزهراء 5- قال فارس الحسون مدير مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السستاني 5- الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا 6- وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة عليها 7- ومذهب الطائفة لاثنى عشرية بلا قضية الزهراء يذهب ولا يبقى 7- هذا نقلا عن أحمد الكاتب 8- إذن لابد أن نبدأ بهذه القضية شيخنا قضية ضلع الزهراء 9- ونسمع كثيرا من الشيعة يرددون أن عمر رضي الله عنه كسر ضلع الزهراء 10- وحصرها بين الباب والحائط وأجهض جنينها 10- فما الحقيقة في ذلك 10- بسم الله الرحمن الرحيم 11- الحمد لله رب العالمين 11- وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين 11- أما بعد فأرحب بالمشاهدين الكرام 12- وأقول 12- بالنسبة لهذه القضية وهي قضية فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها 13- وقع فيها لغط كثير 14- وللأسف 14- ألفت أساطير 15- هذا الذي ذكرته قريبا 15- لا شك أنها من هذه الأساطير 16- التي ذكرت 16- وفي تفنيدها 17- نقاط كثيرة حقيقة 17- لكن قبل هذا أريد أن أقول لك كلمة 18- ألا وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 18- وآل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه 18- لم يكونوا بهذا السوء 19- بل كانوا في الأصل كانوا صالحين 19- كانوا يريدون الجنة يريدون وجه الله 19- يحبون النبي صلى الله عليه وسلم 20- ومشكلة هذا المذهب حقيقة 20- في أناس يقومون عليه 21- يرون أنه لا يمكن أن يقوم هذا المذهب إلا بإثارة العواطف 21- يعتمد على العاطفة أكثر من العقل وأكثر من المنطق 22- ودائما تأجيج العواطف بهذه الصورة 23- يعني يثير الناس ويثير البغضاء ويثير 24- يعني التلاعن والسب وغير ذلك من الأمور 24- يعني أنا أتصور يعني 25- لو أنا كنت يعني مصدقا لهذا 25- أن عمر فعل هذا بفاطمة رضي الله عنها 26- هل ترى أني سأحب عمر؟ 26- لا يمكن 27- لا يمكن 27- لا يمكن أن أقبل أن عمر يفعل هذا ببنت النبي 27- صلى الله عليه وآله وسهو 28- ثم بعد ذلك أترضى عن عمر 29- لا يمكن هذا 29- يعني لابد أن نعلم أن كل معظم عند الله تبارك وتعالى 30- لا بد أن يكون معظما عندنا 30- ولا شك أن فاطمة لها قدرها عند الله تبارك وتعالى 30- وهكذا يجب أن يكون قدرها عندنا 30- فكيف نجمع بين حب عمر وحب فاطمة 31- إذا كان عمر فعل هذا بفاطمة 31- ولذلك في عقيدتنا أن هذا لم يثبت 31- ولهذا يعني نقاط كثيرة يمكن أن أراجعها معك الآن ومع أخواننا وأخواتنا المشاهدين في هذا الموضوع 31- إذا نحن لا نبرر 32- لا نبرر لعمر 32- هذا الفعل 33- لا 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 أبدا أبدا 33- يعني لو فعلا 33- نعم 34- فعل عمر هذا فيما يذكر عندهم من الروايات 34- يعني الذي يعرفه 35- ما أحببناه وما ترضينا 35- نعم 35- ما الذي يعرفه وقرأته في كتبه 35- نعم 36- أن عمر فعل فعلا شنيعا 36- نعم 37- أنه جاء إلى البيت وهدد بإحراقه 37- نعم اسمح لي شيخنا 38- سمحنا 38- يعني إن معي كتابا من هذه الكتب 38- سمحنا 39- وأقرأ أنا على فضيلتكم ما قيل ثم نبدأ في 39- سمحنا 40- مناقشة هذه الأمور بالعقل 40- يقول فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة 40- ما هذا الكتاب عفوا 40- نعم عفوا بداية هذا الكتاب هو 40- كتاب 40- سليم ابن قيس 40- الكوفي 40- سقيفة 41- نعم 41- وهذا الكتاب يفرد لهذا الأمر 41- صفحات وصفحات 42- فيقول فانطلقوا فاستأذنوا 42- على فكرة هذا الكتاب هو أصل هذه القصة 42- نعم 43- هذا أول من كذب هذه القصة 43- من كذبها 44- من كذبها 44- وليس كتبها 44- لا لا كذبها 44- حتى هذا الكتاب يشكك فيه كثير من علماء الشيعة 45- يشكك فيه شخصية هذا الإنسان 45- في الراوي عنه 45- وفي الراوي عن الراوي عنه 45- فأكمل 46- لا أريد أن أخطأ عليكم 47- فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليها السلام 48- أحرج عليكم أن تدخلوا علي بيتي بغير إذن 48- فرجعوا 49- ثم ينضي في السرد إلى أن يأتي 49- فيقول ودع عمر بالنار 49- فأضرمها في الباب 50- يعني في باب بيت 50- علي 50- ثم دفعه 50- فدخل 50- فاستقبلته فاطمة عليها السلام 50- وصاحت 51- يا أبتا 52- يا رسول الله 52- فرفع عمر السيف وهو في غنده 53- يعني تجرأ أمير المؤمنين 54- أن يرفع السيف في وجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 54- هذا ما يقول 55- نعم 55- فوجأ به جنبها 55- فصرخت 55- يا أبتا 55- فرفع الصوت 56- يعني سيف وصوت 56- فضرب به ضراعها 56- فنادت 56- يا رسول الله 56- لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر 57- فوثب علي عليه السلام 57- فأخذ 58- بتلابيبه 58- ثم نطره 59- فصرعه 59- ووجأ أنفه ورقبته 59- وهم بقتله 59- فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 60- وما أوصاه به 60- فقال 60- والذي كرم محمدا بالنبوة 61- لو لا كتاب من الله سبق 62- وعهد عاهده إلي رسول الله 62- لا 63- علمت 63- أنك لا تدخل بيتي 64- يا حقيقة الأمر في هذا 64- هذه ليست قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 65- هذه قصة علي بابو الأربعين حرامي 66- هذه أخلاقهم 67- هذه أخلاق علي بابو الأربعين حرامي 67- هذه لا يمكن أن تكون أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 67- مع آل بيته 68- ليس هؤلاء الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 68- مهاجروا معه وباعوا 69- كل شيء في سبيل هذا الدين 69- ليس هؤلاء 69- الذين قال الله فيهم 70- لقد رضي الله عن المؤمنين 70- الذي بيعونك 70- تحت الشجرة 70- دعني أتبنى وجهة نظرهم 71- لا أنا أقصد هذا الكلام الذي قرأته 71- لا يمكن أن يصدر من هؤلاء 72- يعني أنا أستأذن أن أتبنى وجهة النظر التي تقول بهذا 72- شأنك 73- فرضت 73- شأنك 74- وأقول أولا 74- لماذا كتب أو كذب هذا الكلام أولا 74- لماذا كذبوا 75- ما هدفهم من هذا 75- ومن أين أتوا بهذا الكلام 75- أولا أستاذي 76- لا بد أن نعلم 76- يعني أنا أريد أن أرتب أموري 76- الآن 76- أليس المشهور 77- أن أبا بكر رضي الله عنه 77- لما تمت له البيعة 77- كان الأنصار قد اجتمعوا 78- وهذا تكلمنا عنه 79- قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 79- نعم 79- وقالوا منا أمير ومنكم أمير 80- واعترض ساعد بن عبادة 80- واعترض ساعد بن عبادة 80- وكان مرشحا للخلافة 80- لماذا لم يرفع عليه عمر 80- هذا هو 80- هذا الذي أردت أن أقوله الآن 80- لماذا لم يقتل ساعد بن عبادة 80- لماذا لم يرفع عليه السيف 80- لماذا لم يحرقوا بيته 80- نعم أهي تقية 80- أخاف عمر من هذا الجمع 81- لا يمكن أن يكون هذا 81- يعني أن يخاف عمر من ساعد بن عبادة 82- ولا يخاف من علي بن أبي طالب 81- لا يمكن أن يكون هذا 82- فلذلك أنا أتصور أن 82- يعني هذه القضية 82- طيب 83- ثانيا أين السند الصحيح لهذه القصة 83- نحن أهل إسناد 84- نحن الله تبارك وتعالى أكرمنا 84- طيب بالإسناد 84- أين إسناد هذه القصة الصحيح 85- من يقول أن هذا الأمر قد وقع 86- إذا كانت القضية 87- كل إنسان يجلس بينه وبين نفسه 87- ويؤلف قصة ثم ينسبها 87- إلى النبي أو إلى أبي بكر 88- أو إلى عمر أو إلى علي أو إلى فاطمة 88- هذا الكلام مرفوض 89- نحن نريد إسنادا صحيحا 89- لهذه القصة فإذا كان 89- فنقول على العين والرأس 89- ثم يترتب عليه ما يترتب 89- أما أن تأتينا قصص 90- قصص هي عبارة عن أساطير 90- فنحن غير ملزمين 90- حقيقة بقبول مثل هذه القصص